اجيات ادعوك بالجلب المعذن اريدي حسيني رجع لي يا رب اجيات ادعوك بالجلب المعذن اريدي حسيني رجع لي يا رب رفعت ايدي وطحت وعيونتي انحاق عليك بزيانة بتريد لي يا زيانة عليك بزيانة بتريد لي يا زيانة لا هم ريجع لي ترى لا انا ريحت مسافرا امن يجيب الحائرة الله يا ليتني لا انا ريحت مسافرا الله سبحانه طيب وفاكم بذكر محمد وآل محمد ثاني على حب اهل البيت الثالثة على حب الحسن والحسين باعلى اصواتكم اللهم احينا محياهم وامتنا مماتهم واحشرنا في زمرتهم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولايا يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين لا سيما سبطك الامام المظلوم ابي عبد الله الحسيني صريعي كربلا مسلوب العمامة والردى العطشاني حتى قضى المرمل بالدماء محزوز الرئيس من القفى صلى الله عليك يا سيدي ويا مولايا وابن مولايا يا أبا عبد الله يا صاحب الشيب الخضيب وصاحب الخد التريب وصاحب الثغر المقروع بالقضي يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم لا تعجبن فذا دليل صادق أن الحسين هو الكتاب الناطق شعر ذوق قرآني ذوق قرآني أولائي يعني يميز ويقارن بين جراحات الحسين وبين آيات القرآن أو سور القرآن وبين أربع جراحات وقعت على الحسين عليه السلام كبار هذه الجراحات الأربعة وأربع آيات أو أربع سور قرآنية تجف فيها السجدة ذوق قرآني أولائي جدا عظيم هذا الذوق واقعا لا تعجبن فذا دليل صادق أن الحسين هو الكتاب الناطق فانظر إلى عدد الجراحات التي قد أحدثتها أنصل وبوارق قد عدها أهل البصيرة والنهافتت لآيات الكتاب تطابق وبه العزائم أربع تهوي بها عند القراءة والسماع خلائق هاي العزائم الأربع تنظرهن يا جراحات بالحسين قال فالسبط فالسبط فاجأه المثلث خارجا من ظهره أعلمت ما هو خارقه إيش خارق هذا السهم وعلى فتى خرق المثلث صدره أيوه حسين وعلى فتى خرق المثلث صدره أيوه ولقلبه الشعب الثلاث موارقه موارقه وبكتفه ابن النسر مكن سيفه أي الثانية فإذا هو بدم الشهادة غارق وبضربة النجلة أوجه صالح صالح ابن وهب ضرب الإمام على ترقوته وبضربة نجلة أزوجها صالح كادت لذي الشعب الثلاث تساوقهم صارنا ثلاثة الرابعة وينها العظيمة قال والشمر يا قطع بالمهن ندرسه عجبان هوا برق ورامح نشاهق لكن شو تريد عليها السلام شو تريد من عندنا الزهراء لهذه المصائب نذكر مصائب الحسين عليه السلام وهي شو تخاطب الحسين وشو تريد من عندها أنا وياك إذ قل له يوم يوم فرجت عبايتي بالقاع يوم العاشر بعاشور ما أريد واحد ساكت مولانا هاي أيام تعزي يا مولاي ابكي وتباكى وارفع صوتك وخلي المجلس حار لأن هذا الحشي مولانا يصدع الصم والجلاد يفرج تعبايتي بالقاع يوم العاشر بعاشور يوم وقمت ألم جسمك لا 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 بعد بعد أريد منكم أفرج تعبايتي بالقاع يوم العاشر بعاشور يوم وقمت ألم جسمك ولقيت الخنصر المبتور صيح أيوا حسيناء لقيت الخنصر المبتور ولقيت شوية من شبدك ولقيت شوية من شبدك ولقيت الشمض المكسور ولقيت على الشريعة جفوف للعباس مقطوع بعد شنو الأعظم الأعظم شنو شفتي يا زهرات تقل رحيت يبني على صاب والقوم أريد اعتب على العدوان تستعدت مستعد لهذا اسمع اسمع شا تقول أين السادة أين الغيارة أين المعزين رحيت يبني على صاب والقوم رحيت يبني على صاب والقوم أريد ادعي على العدوان باوعت على رجل الخيل قبيصك بالحوافر رحيت يبني على صاب والقوم أريد ادعي على العدوان باوعت على رجل الخيل قبيصك بالحوافر بعد شنو هذا انت شفتي يا زهرات لكن من عدي أنا كشيعي كموالي شتريدين شتريدين من عندي قالت أنا الوالدة ولقلوب لا فاق رحم الله أنتك آق يما ودوّر ودوّر عزبني وينما اتشاب آآ ابني ذبيح ومال أقفان وداسة داسة علي الخيل ميدان أو إله أو إله يا ابن المات عطشا آآ آآ لكن الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِئِينَ فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صَلُّ عَلَى مُحَمَّدُ وَآلِي مُحَمَّدُ موقف الإسلام من المواقف بالنسبة إلى الضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي مما تقوم له الدنيا اليوم وما تقعد واقعاً الإسلام ينعى على الازدواجية وينعى على الضبابية وعدم الوضوح عند الإنسانية مو عند المسلمين فحسب إنما عند الإنسانية الله عز وجل من خلال هذا التشريع المقدس أراد للإنسان أن تنعم بالشفافية وأن تبعد من طريقها الازدواجية وأن تنعم بالوضوح لهذا الشكليات في الإسلام غير مرغوب بها يعني كدين شكليات وظواهر الإسلام دين الواقعية ولهذا ترى الإسلام ينعى على الذين يحملون شعاراً وما يطبقونه الإسلام ينعى على المؤمنين ضعاف الإيمان ويريد المؤمن في غاية الوضوح الصدق في المواطن مما بنى الإمام علي عليه السلام عليه ركائز الإيمان عندما بنى الإيمان على كم ركيزة من جملتها الصدق في المواطن أي لا بد أن يكون وضوح عند المسلمين وضوح عند الإنسانية عدم ضبابية بالتعامل لا ازدواجية في تعامل المسلمين فيما بينهم فلا بد أن ترتفع هذه الإشكاليات والعثارات والهناءات من طريق المسلمين حتى ماذا؟ حتى يكون مجتمع فاضل، إنسان فاضل، مدينة فاضلة الآن إذا كان الغرب يبحث في جامعاته وكلياته وندواته وما إلى ذلك يبحث عن تربية الإنسان الفاضل والمجتمع الفاضل والأسرة الفاضلة أرجوك يعني اليوم الغرب يحن على هذه المبادئ والقيم الغرب اليوم يحن على هذه المبادئ والقيم لأن أكفر التلكء بالمسيرة الإنسانية يعني إذا واحد يجي يشوف ويحلل هالمجتمع اللي جاي يعيشه هؤلاء أسر مفككة مولانا ما أكو مثلا ممن نظام واقعا يحفظهم شوف لا أسرة لا نظام أسرة تأتي إلى الفرد تلقى مولانا اضطرابات نفسية تلقى واقعا حالات نفسية أمور الانتحار تكثر في الغرب ليش مولانا يعني واقعا فدمرة اطلعوا على بنت قبل أن تنتحركات بكتاب أنا ثرية وعندي أموال وعندي أرصد بالبنوق وعندي عقارات وعندي ممتلكات وسافرت كل مكان أسقاع المعمورة وأرجاء الأرض سافرت فما وجدت ضالتي بعد ما كو شيء أمل عندي أنا أحس بنقص بحالة نفسية شنو هاي الحالة نفسية أنا ما أدري الواقع ما كو شيء أنا يعني شنو محتاجة ما كو شيء فانتحرت هذه البنت تشوف لهذا الانتحار الفراغ الديني مولانا هذا الفراغ الروحي إذا صار فراغ روحي الدنيا مو كلها مادة الآن المجتمع نخشع المجتمع الإسلامي يتحول مولانا إلى مجتمع مادي لو لا هذه المنابر الحسينية المقدسة والقرآن الكريم والسنة النبوية وهذه الصلاة التي نصليها وإلا احنا نصبح مجتمع ماديين لهذا القرآن الكريم يقول لا تدورون على الظنك وعدم الراحة أكو أسباب إلها من جملة هذه الأسباب وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنْ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ بعد بسم الله الرحمن الرحيم الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنْ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنْ الْقُلُوبِ اتزان راحة نفسية القرآن الكريم يقول فَلِنُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا هذه الحياة الطيبة تلقى المسلم منعاً بها وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكًا مهما بلغ من المبالغ مهما بلغ من الممتلكات والأموال الأمور المادية لا لا إذا داير وجهه عن ذكر الله عز وجل شوف أنت أصبر حقق مولانا ظنكا ما مرتاح تلقى فلهذا القرآن من هذا الممطلق يريد يخلي الإنسانية تعيش بالشفافية يخلي الإنسان يعيش بالوضوح يخلي الإنسان يعيش مع نفسه مرتاح أولاً مع نفسه وليرتاح ثم مع الآخرين يطمئن يحيى بهذه الحياة الطيبة من جملة هذه الطرق الإسلام سلك طرق طرق الصلاة مثلاً طرق مولانا الإحسان إلى الآخرين مكارم الأخلاق طرق الإنفاق في سبيل الله يعيش الإنسان بإنسانيته يحس بإنسانيته إذا أنفق في سبيل الله يحس بالإنسانية ولهذا تشوف الآية الكريمة تنعى على ذاك الذي يحمل شعاره وما يطبقه وعنده ازدواجية بتعامله وعنده ضبابية فيه تعامله لهذا يقول أرأيت يعني براعة الاستهلال عندما الآية الكريمة أو السورة ككل افتتحت بهذا الأمر كأنه شيء صاير هذه براعة الاستهلال مرة بإخبار مرة باستفهام استنكاري مرة بقسم هذا أن التنوع في الخطاب بالقرآن يريد يلفت النظر لأن تعرفون القلب يصدأ كما يصدأ الحديث أحيانا مولانا يكون القلب عليه غشاوة أحيانا يقسو أحيانا يموت هذه حركات وتنوع في الخطاب يجذب الإنسان يريد يجذبه كأنه هنا يستماع أوهام منهام منهام وزر أحمر شنو صاير هذا براعة الاستهلال في بدء الخطاب بالقرآن الكريم أرأيت الذي يكذب استفهام استنكاري استفهام تعجبي كما يقال هذا يلفت النظر صاير شنو يعني الأمر أرأيت الذي يكذب بالدين وما قال مثلا بعد يكذب بالإسلام وما قال يكذب بإيمانه خلى أكفر التساؤلات بالأذهان شنو صاير الأمر وين الإسلام ديني الوضوح إسلام معوف الشكليات يريد على أرض الواقع التطبيق العملي شنو بناء الإنسان الفاضل من التطبيق العملي وفي غاية الوضوح بالنسبة إلى منهاج الإسلام أرأيت الذي يكذب بالدين الرؤية عندنا بالقرآن الكريم إذا ترد الرؤية المراد منها المعرفة ومو الرؤية البصرية في غالب الآيات في أكثر الآيات المراد منها المعرفة حق المعرفة تعرفت يعني أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقاً ففتقناهما أولم يرى الذين كفروا ما شنوهما حتى يشوفون بعيونهم يعني أولم يحققوا أولم يعرفوا أولم يعلموا هنا أرأيت الذي يكذب بالدين يعني يا رسول الله أعرفته أحققت عليه أعرفت شخصيته هم فكرت أنت أيها الإنسان المسلم واحد عنده استواجية بالسلوك يحمل شعار منه إيمان ومنه يكذب بالدين ما الغرض أنا بلا إله إلا الله ظاهرية الإمام يقول إن قوماً آمنوا بالله ليحقنوا به دماءهم أقول هكذا إيمان لا تقولوا وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخلوا الإيمان في قلوبكم المسألة ومسألة واحد واقعاً في لقلقة لسان لهذا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم شوف أول القرآن الكريم قال فذلك ولم يعبر فهذا الذي يدع اليتيم ليش يعني شل المغزى بالخطاب يعني هاي ترى الحروفية الحروف إلهم يعني معاني إعجاز الآن الغرب جاي يدرس استخدام القرآن للحروف عوف المفردات عوف الكلمات لا لا الحرف إذا انتقى القرآن بإعجاز الحرف بإعجاز مثلاً القارعة ما القارعة القارعة يجي درسونها هذا يسمونه الجرس كل حرف بجرس الألف واللام إذا صارت إلى جنب القاف والراء والألف شي يصير المعنى شطي من جرس هنا يدرسون إعجاز الحرف نفس القاف بها معنى القرع نفس القاف بها معنى القرع والخوف ولهذا القرآن استخدمها هنا يعني مولانا دقأك بالمفردات وإنتقاء الحروف إعجاز هاي مواطن الإعجاز فلهذا هنا القرآن الكريم عبر قال فذلك ما قال فهذا لأن إذا قال هذا الآية تبرد إذا قال هذا الآية تماسك ما يصير بينات الآيات أو بين السورة سورة الماعون ما يصير تماسك منا يقول أرأيت الذي يكذب بالدين ومرا يقول فهذا يصير ببرودة أتخطر الأصمعي الأصمعي تعرفون أنتم من أعيمة اللغة هذا عالم كان باللغة العربية وشاعر فصيح مولانا هذا طلع للصحراء يقول أنا طلعت للصحراء وحافظ قرآن أنا يقول أراجع حفظي حتى لا أنسى مرت على امرأة يقول هاي امرأة عندها ترعى الغنم فأنا أقرأ الآية الكريمة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم يقول هكذا هي الآية موها كذا يعني انتهاء الآية يسمونها رد العجز إلى الصدر بالبلاغة يسمونها تناسب الفواصل رد العجز إلى الصدر يقول أنا أقرأ هكذا والله غفور رحيم صاحة التعال قلت لها قالت أنت عربي قلت ليا أنا عربي قلت لها مو معقولة كلامك هذا عربي تحكي قلت ليا أي عربي قالت لها مو قرآن هذا أنت مشتبه قلت لها شلون قالت عيد الآية وهي مرة ترعى الغنم يعني طبعا ما عدتها أي خلفية علمية قلت لها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم قالت هسا عزف حكم هنا لسان الآية لسان تهديد وتقول والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم بارد تبرد لكن إذا تقول العزيز حكيم يصير تماسك رد العجز إلى الصدر زين تعال مولاي إلى هنا بحثنا أرأيت الذي يكذب بالدين إذا قال فهذا يصير برودة بالآية أو بالتماسك السياقي يصير برودة لكن عندما قال فذلك بعد عن السحر الإلهية ابتعد عن الرحيمية والرحمانية الإلهية هذا بعد عملية جاء يكذب بالدين وأنا أقول فهذا أقرب إلى ساحتي حاشا لله أن هذا يقرب إلى ساحتي فلهذا أبعده أقول فذلك مهذا هذا ما إله هو ما إله ذيك الصفات التي تميزه حتى أقرب إلى الساحة الإلهية هذا عجاز القرآن هذا المعارف هذا الفقه القرآن قال فذلك الذي يدعو اليتيم الدع معنى باللغة العربية الترك مع الزجر هذا يسمونه الدع باللغة العربية فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الإمام علي شيء يقول كوميل إبن زياد يقول كوميل يقول نعم يقول مر أهلك أن يروحوا في طلب المكارم الروح معناه باللغة العربية يعني بكرة مبكرا في أول الوقت يسمونه الروح هذا يا كوميل مر أهلك أن يروحوا في طلب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم الإدلاج معناه باللغة العربية الظلمة الليل الأظلم كناية عن السر ويدلجوا في حاجة من هو نائم فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أو دع قلبا سرورا إلا خلق الله له من ذلك السرور لطفا علقه بالعرش فإذا نزلت به نازلة نزل ذلك السرور فطردها عنه كما تطرد غريبة الأبل لاحظ ما يصير معنا الحكمة حتى نفتهمه يقول لكم ويل ربي أهلك أن ماذا يستعجلون بمن في طلب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم يعني بالسر واحد يعني ما منتبه تخلي معاملتك مع الله عز وجل تقضي لحاجته خطيئة هذا تقضي حاجته لأن إذا فرح هذا وصار عنده سرور من هذا السرور الله رح يخلق إلك شنو لطف وين يعلقه بالعرش يعني بعبارة أخرى ضمان الله ضامنك زين يعلقه بالعرش هذا خطيئة مفرح الله خلق مكان الفرح لطف إلك فإذا نزلت بالإنسان نازلة مرض إن شاء الله الله نحفظكم إن شاء الله مولانا حوادث سيارات ما إلى ذلك الله عز وجل يحفظ ينزل ذاك اللطف ينزل يحفظ راعية كما ويطرد عننا البلاء كما تطرد غريبة الإبل لاحظ المعنى زين أنا أتخطر واقعة شوفوا الإسلام الإسلام يريد واقعا يريد هالتكافل الاجتماعي الإحساس بالإنسانية ولهذا يقول فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أنت ابن اللغة العربية وتعرف الحظ هو معنى الحث مع الترغيب عندنا حث وعندنا حظ الحظ مع ذكر الثواب مع ذكر مثلا لطافة الشيء ونتائجه وثوابه يقول أنت مثلا ما عندك ذاتية لا تبخل بالكلمة هذه الكلمة لا تبخل بيها اقعد والتم على ذكر الله عز وجل وعلى الترغيب وعلى شد أواصل المجتمع هكذا القرآن الكريم يقول يقول هذا إذا ما عنده ذاتية الله عز وجل ما ممكنه خلي يصير عدة انفاق قولي ويتحصر على ذاك الانفاق الفعلي اللي هو ما محصله خلي يصير القعدات مثلا قعدات بها رضا الله عز وجل فهنا يصير حظ يعني حث وترغيب مع ذكر الثواب والنتائج زين ولا يحض على طعام المسكين ليش ما قال ولا يحض على طعام المسكين طعام طعام أضافة للمسكين أنتم علماء إن شاء الله باللغة العربية وتعرفون هاي إضافة إضافة النكرة إلى المعرفة ليش يعني ليش أضاف قال طعام المسكين أضافة طعام للمسكين ليش تدريش يقول علماء التفسير واللغة يقول أضافة الطعام إلى المسكين لأنه حق له فيه إن حق إن حق هذا من الله عز وجل هذا ما مسوي جميل ما مسوي جميل عليه لو لم يكن حقه لقال ولا يحض على إطعام المسكين يعني مسوي جميل عليه والذين هم في أموالهم حق معلوم المن للسائل والمحروم هنا قال إطعام لو قال طعام لا قال ولا يحض على طعام يعني حق إلا في أموالكم حق مو مولانا أنا مسوي على جميل وقل أروح الله الله ينطيك وأكذبر بوجهه وأبطل صدقاتي بالمن والأذى أكو هايش ناس ينطيوي زجرة لا تنطي لا تنطي مولانا يا أيها الذين آمنوا يا من ترفعون شعار الإيمان شعار الأخلاق شعار الوضوح شعار هذا الوضوح وعدم الضبابية يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق أمواله رئاء الناس لا لا أنت من تعطيها هو صاحب المن للمم علي عليه السلام يقول هذا يحمل زادك إلى يوم القيامة يحمل زادك جاءت الروايات مسعفة لهذا المعنى يقول لك إذا تنطي الصدق قبلها قبل أن تعطيها قبلها فإنها قبل أن تقع بيد الفقير أو المسكين تقع بيد الله عز وجل قبلها قبلها يقول قبل أن تقع بيد المسكين ولهذا شوف تنوع بالخطاب لأن هذه الأنفس شح شح واقعا البخل والجبن أكرمكم الله والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله عز وجل في نهج البلاغ يقول لهذا شوف التنوع بالخطاب مرة يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني هذه بها بواتش بها تعزية يعني هذه الآية بها تكون تعزية ليش لأن الإمام يقول له بالدعاء يقول له إلهي أنت الوهاب لنا ثم لما وهبت لنا من المستقرضين أين صيره أنت الوهاب لنا أنا بمن أسكرك بعيني بيدي بلسان هذا الكال أوليست هذه كلها نعمك يا محرقا بالنار قلب محبه مهلا فإن مدامعي تطفيه أحرق بها جسدي وكل جوارحي واحذر على قلبي لأنك فيه الواقع هكذا فلهذا شوف القرآن الكريم يقول فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين يعني هذا إلى حق فويل للمصلين ما قال الذين هم في صلاتهم لا كل إنسان في صلاته يمكن يسهى عن هي عن باللغة العربية تعطي معنى التجاوز يعني المبادئ والقيم والمثل ومقاصد الصلاة هذا عنها ساهي ما خلقت إنسان مصلي ما خلقت إنسان وعرج والصلاة هي معراج المؤمن البارحة قلنا الحمد لله رب العالمين ولهذا المفسرون عندما يقولون رب العالمين هاي الانطلاقات بالصلاة رب العالمين مو رب المسلمين يعني حوار حضارات يعني ملتقى حضارات يعني تشابك بالحضارات يعني عدم الغاء الآخر هذا هو الإسلام الذي يدعو بصلاتي إلى ملتقى الحضارات حوار الحضارات التعارف مع الحضارات قراءة الحضارات رب العالمين مو رب المسلمين ولا رب المؤمنين ولا رب العالمين انطلاق كونية من حنجرة محمد بن عبد الله من مكة المكرمة إلى جميع أسقاع المعمورة أنتم في سلام منا لأن أنتم الله ربكم كما ربنا هو ربكم فلهذا صار حوار ولهذا تيودور نولتك من علماء الألمان اتعجب من هذا الانطلاق بالصلاة قال شوف الإسلاميس لون يأسس إلى مبادئ سلام مبادئ خوة مبادئ محبة ومد جسور العلاقة والمحبة بين الحضارات ماكو إلغاء بالإسلام فلهذا يقول فويلون هذا مصلي شكليات أنا ما عدي شكليات ما عدي ظواهر وين صلى صلاة ليل ولهذا أنا أتخطر واقعة مولانا كوميل بن زياد يقول أنا كنت أتخطى خلف علي عليه السلام في أحد أزقة الكوفة أتخطى خلف علي عليه السلام ومررنا بجدار فسمعنا من وراء الجدار نصف الليل واحد قائم يصلي لله عز وجل قلت أنا بقلبي الله كيف لهذا الرجل يقرأ القرآن نصف الليل إنه من أصحاب الجنة هنيئا إلى صلاة ليل مولانا أمن هو قانت آناء الليل راكعا وساجدا وما إلى ذلك يقول غبطته بهذا الموقف وإذا يقول كوميل والله ما تفوهت بكلمة واحدة يقول وإذا بالإمام علي التفت لي أنا بقلبي قلت قل لي يا كوميل لا تغرنك طنطنة الرجل إنه من أصحاب النار عجيب صلاة الليل والسجود وبكاء من أصحاب النار بحكم المعصوم يقول سكتت يقول وإذا صبرت مننا الحد يوم النهروان وعلي عليه السلام قال احملوا عليهم فوالذي نفس علي بيده لا يفلت منهم عشرة ولا يختل منكم عشرة يقولوا بالفعل حملنا عليهم اللي انقتل من الجماعة اللي بقى منهم تسعة ولانقتل من ربعنا بس تسعة شوف واحد يتحكم بحرب لم تحدث بعد ولم تدرحاها ويميز المقتولين والناجين بهذه الدقة لا يفلت منهم عشرة ولا يقتل منكم عشرة يقول السلام ما نغرض بها الإمام يدور ما كذبت ما كذبت ولا كذبت عشاك يا أبا الحسن ما كذبت ولا كذبت يدور 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 على ذو الثدية هذا نص الليل زين قائم يدور علي لقاب الوادي مكبوب على وجهه ميت صاحكم ويل قلت لها نعم قال تعال قلت لها قال ذيك السنة تذكر بالكوفة أنت شنو تمشي وراي وبقلبك قلت هنيئا لهذا الرجل الجنة يصلي صلاة الليل أجلسوه شوف حمل قرآنا صامتا وترك قرآنا ناطقة أجلسوه يقول مولان هذا ميت منتي هذا بعد قال لا لا أجلسوه يقول تمتم شفتها بشيء فصار يكلم الإمام قال ويل أمك ويل أمك ويل أمك لقد كان لك علم لو نفعك ولكن الشيطان أظلك فأزلك فعجلك إلى النار أرسلوه لاحظ هنا المسألة ولهذا محمد بن المبارك مولاي إذا الصلاة ما تعرفني على أهل البيت وما تخلق من عندي إنسان مصلي نتائجها موزينة محمد بن المبارك يقول أنا كل سنة أمشي للحج كل سنة يقول مولاي كل سنة أمشي للحج ذيك السنة مرحت أربعمائة دينار وياي خارجية طلعت برا يقول تركت المدينة مرت أكرمكم الله بقمامة قمامة لقيت عليها أمرأة قاعدة وبيتها بطة ميتة تهلس بيها نظفها ومتعفنة هاي البطة قلت لها أمت الله شنو هاي الحركة من عندك هاي ميتة المتنظفين بيها قالت اتركني وشأني يا ابن المبارك قلت لها لا جاوبيني قالت اتركني وشأني هذا ما أحله الله لي الله يقول الميتة حرام لكن إلا ما اضطررتم إليه اعلم يا ابن المبارك أنا عندي ثلاثة من الأولاد وبنت أربعة أربعة صبية بالبيت لم يدخل في بطونهم منذ أربعة أيام شيء غير الماء ويرتجفون كل فراخ من الجوع أنا هاي أخذها الأطفال لأسويها يقول بشيت ابن المبارك يقول بكيت قلت ايه هي المسألة مو شكليات وظاهريات وحج وما إلى ذلك أنا رايح للحج مولانا كثير لكن مولانا هنا تطبيق الحج هنا والزكاة شو تقول الزهراء والزكاة تزكية للنفس وين علماء الاجتماع وين علماء الاقتصاد وين علماء النفس والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق هاي الزكاة جعلها الله سبحانه وتعالى قلت لعم عوفي عوفي هاي أربعمائة دينار خرجية الحج وأنا بالنسبة إلي أرى هنا تطبيق الحج تطبيق الإسلام هنا أرى يقول خيرت الأربعمائة دينار جزاك الله خير تركت هاي مشت يقول إلى أن الواد مكملت أعمالها ورجعت الحمد لله طلعت أتلقى ربعي طلعت أتلقى ربعي ياهو اللي القافلة الأولى اللي يسلم عليه ياهو اللي أسلم عليه حجك مبرور سعيك مسكور يا ابن المبارك يقول أقولهم حجكم مبرور سعيكم مشكور وأنت يا ابن المبارك حجك مبرور وسعيك مشكور موفق إن شاء الله حجة مقبولة شنو أبويا قالوا شفناك بالحج وين شفتوني في ميناء بين الصفا والمروى وانت الطوف شفناك وكان صوتك رخيم في دعاء عرفة يقول أنا بحلم بعلم القافلة الثانية أبويا حجكم مبرور سعيكم مشكور أهلاني يا ابن المبارك يم ترجعت جدامنا رجعت شن السالفة شفناك إحنا شفناك بهذا الموضوع بعرفات منا بين الصفا والمروى عند الحجر الأسوأ وكان صوتك جميل في دعاء عرفة والصلي بالناس شفناك رجع البيت رجع البيت نعم وإذا به يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن المبارك صحيح أنت ما مشيت للحج لكن إكراما لهذا الموقف مالك خلق الله ملكا على صورتك يحج عنك إلى يوم القيامة مولاي هي هنا التطبيق لمام علي واحد من عماله واحد من عماله في البصرة عثمان بن حنيف يقول له له هذا مولاي ما سوى شيء عزموه عزيمة هالعزيمة هاي استجابلها بيها فرد عيبكان شن هاي ما بيها فقراء تدري أهل البيت عندما كانوا يعتقون العبيد والإماء ما يمشون يضلبشون يشلبون بهم بو يروح أنتم حر لوجه الله قل لا العبودية في بيوتكم حرية والحرية عند غيركم عبودية ها خلونا وياكم لهذا يكتب لي يقول أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو فانظر إلى ما تقظمه من هذا المقظم القظم باللغة العربية للحيوانات مول الإنسان الإنسان يأكل لكن بما أن هذا ابن حنيف غلب الجانب الغريزي على العقل الإمام عبر عنه بالقظم فانظر إلى ما تقظمه من هذا المقظم فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت بطيب وجوهه فنلمن ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به في حياته ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه شنو الطمر الطمر يعني ثوبا ما عد شيء بعد ثوبا يرفع بايته يقولهم يا أهل الكوف أيها المسلمون إذا خرجتوا من إمرتكم بغير هذه العباء فأنا خائن ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به في حياته ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينون بورع واجتهاد وعفة وسدات فوالله ما كنست من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا حست من أرضها شبرا أأقنع أأبيت مبطانا وحولي أكباد بطون غرثة وأكباد حرا أو أكون كما قال فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة شغلها همها علفها وشغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أنت بيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أكون أسوى لهم في جشوبة العيش وخشونة الملبس بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء فسحت عليها نفوس قوم آخرين فسحت عنها نفوس قوم وشحت عنها نفوس قوم آخرين وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مضانها في غد جدث تنقطع في ظلمته أخبارها وتقيب عنها آثارها وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم نحظ وعزلة سلام الله عليك يا أمير المؤمنين سلام الله عليك يا مولى الموحدين مولاي يا علي الدنيا كلها على بابك يا أمير المؤمنين مولانا أمير المؤمنين الذي كان يلزم لعود إذا دي وزع بيت المال ما يكضر الذهب بيده ها والفضة يكضر بعود يقول له اخذ هذا اخذ هذا كلاه ما عندي حجر ويصلي ركعتيا من يخلي بيت المال لكن هس هس احنا من نسأل الذهب يقول له يا أمير المؤمنين هذا الذهب جلس على بابك وسجد مات قبله هذا الذهب لعلع بباب لعلع بباب علي أيها الذهب لعلع بباب علي أيها الذهب واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا وقل لمن كان قد أخصاك عن يده عذرا إذا جئت منك اليوم أقترب لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها الأبواب والعتب فقد عهدناه والصفراء منكرة لعينيه وسناها عنده لهب ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب الواحد يا علي يا أب الحسن أنت حلال المشاكل من تضيج أنت ما يبعد على أحصانك طريج أنت حكم النار بيدك والحريج بالمخية مواج ما طفيتك أنت باب الله وحكمه والكتاب أنت أنت لترجم الموسى الجواب مولانا يا علي يا أمير المؤمنين شهر عن سلمان وتعني تحسين يمك ليش ما حضريتك والكبير اللي تشب نار القلب أنتم هالغيرة مولانا والكبير اللي تشب نار القلب ممشي زينب والحرم ويا الغرب الزلم عاد لتجدل بالغرب أو أو شتم زينب للشمر عدية مولانا زينب عندما جئ بها إلى باب الساعة تجمع 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 الناس تتفرج علي أو عم تعين ليصد بالعلي أو يخسل قال لن لن غايب ولين أو راس راس على الرمح لين يتفكر هذا ابن العقيلية مولانا ابن العقيلية من ذرية عقيل امسمي ابنها حسين على حب الحسين ما صايف الحسينية مولانا ورجع إلى أم قالها يم لبسيني ملابس العيد يزيد منتصر على سبايا وخوارج انت لبسيني ملابس العيد قالت لا لا أنا أعرف أعرف هذا يزيد أو أعرف مرضعة أنا ما لبسك انت روح إلى باب الساعات وشوف بله ديانتهم شنه يذول ولا تسأل تشبير اسأل الصغير لأن تشبير علي أذية السفر وعثاء السفر ملعطية الجمع يخوش يصب هاي المعنى بهذه الأبيات وليد العقيلية يجا يطلب الزينة انت تقرأ وانا اقرأ ثنين احنا اصحاب تعزيهم وليد العقيلية يجا يطلب ملبوسي المذخور للأعياد وين قالت اش عندك يا الولا يا يتن دايب هالحين وياهل يقلك هالوكيت هذا وكيت عيب قالها خوارج سائرة والنصور ليزي وللشام جاب ورسوم وياهل ضعين قالت لي اماد اطلعي وعاين شكله واخذي الخبر يا نور عيني من طفل عندي هم يبني ومدينتهم اسأل واسأل يا عقل اسم الزعيم الذاب حين عاد وقف على الجد ولا حت له الرو فوق الارما حشلون تشبه نور الشموس وعاين الحرة تلوذ بيه كل يتهمك قال ظن هذه للضعاين كل زعيم قال ها يا الحرة مصيبتكم عظيم من يا عشير انتم وصلكم يا مديني زينب علي السلام عندما هكذا سألها شنو جاوبت قالت قالت سلام احنا ورض طيب وطن وياه لتريد من المدين انشدن عن قال ها قال المدين المدين بلا دهل لتشن نجد تشن خال تعرفين وان الشيعة وان الموالين وان اصحاب التعزيق رجلة من خال تعرفين تعرفين خال حسين ايوه حسين لا تعرفين خال حسين وتعرفين عباس تعرفين الكبار والنشام ترفع الراس تعرفين زينب بضعت الزهر المصون زينب عليها السلام افتكرت ان هذا ابن العقيل سئلت سؤالها عرفت بعد كان الشاك لكن هنا سئلت شو تقل شو اسمك تقل يا الولايات وامك مني قل هغمي عشمي واسمي حسين وانا خوالي بيت ابو طالب الضيبين بيت الامام والفخار الحايزين عرفت شلون جاوبة هنا يوم ان كان ابن العقيل يا جنابك فق الرماح العال يا ابن جوابك شيخ العشير حسين انوي جملة احبابك اكلهم شت البس العلي للقايد حسين يوم وجد دام الضعين يا الولاد همد اربالك اللي اذكرتهم يا الولاد كلهم اخوالك لا لا بعد ارفع صوتك الى مولانها ردوا للضام على الراس والدمع بعينك الله الله اكبر بعد انت سألتني وانا جاوبتك لكن انا تعرفني انا من يوم وان كان عن زين ابت سايل والن ساوي يبني 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 انز نبوه وهاي اعيال الحسين رجع الى ام ضرب رأسه بحجر حتى ادمى على وجهه صاحب ذاك الصوت يوم وتعالي يوم وتعالي اثار هذا المذبوح خال طلعت هي الصحك هلا بضيفنا هلا بضيفنا لو شان مذبوح ودم على الزربان مذبوح لكن الامر لله اسمعك الهي بحق محمد وآل محمد هذا الجمع المبارك لا تفرقه الا بقضاء الحواج الله اخواني الكرام اللهم اصحاب هذا المجلس المبارك اصحاب هذه الحسينية المباركة المؤسسين لهذا المجلس اجعلوا في ميزان اعمالهم شافي مرضاهم ارحم امواتهم بحق محمد وآل محمد اللهم اجعل هذه المجالس دأبا في اعقاب في اعقابهم يا الله واولادهم وذرياتهم بحق محمد وآل محمد اخواني الحضور الكرام من سأن الدعاء اللهم اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة وإلى ارواح اموات شيعة امير المؤمنين اموات من حضر المجلس من سمعه من اعدله رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم اصدر على محمد وآلي محمد اللهم اصدر على محمد وآلي محمد اريدي حسيني يرجى لي يارك اجياتي ادعوك بالجعل بالمعذة اريدي حسيني يرجى لي يارك رفعت ايدي وطحت وعيوني تنحا علي عليك بزيانة بجري دلي زيانة